كلمة ننتظر برضو كلمة قوية جدا وفي الأصل تعني واحد يعني عامل جسده قدام كده متطلع بشوق إلى حاجة هتحصل إيجر لي أويت يعني متوقعين بشوق ومتوقعين أيضا بصبر ننتظر مخلصا نحن لا ننتظر حدثا في هذا العالم نحن لا ننتظر شيء هيحصل لكننا ننتظر شخصا هذا الشخص هو المخلص زي ما قلنا هو هيخلص أجسادنا زي ما جاء في المرة الأولى وخلص أروحنا هيخلص أجسادنا في المرة الأولى جاء لكي يبطل الخطيئة بذبيحة نفسه في المرة الثانية سيظهر ثانية بلا خطيئة لمين؟ للخلاص للذين ينتظرونه هما دول اللي منتظرين ننتظر رجعتم إلى الله من الأوثان لكي تعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا تنتظروا بشوق ابنه الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي ترجمة نانسي قنقر